معنا ثلاث موضوعات النهاردة أكيد هما الأحدث والأبرز اللي موجودين على الساحة الرياضية لأنه كل موضوعه التاني مرتبط ببعضه لأنه في النهاية الحلقة كلها اللي بنتكلم فيها الأطراف كلها مرتبطة ببعضها ولكن بالتأكيد الحدث الأبرز دلوقتي ممكن ده حديث الناس كلها على السوشيال ميديا بيان اللي صدر من اتحاد الكرب هنا على الاجتماع الطارئ اللي عقد صباح اليوم في مبنى الجبلية للاتحاد المصري لقرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام أصدر مجلس دارة الاتحاد المصري لقرة القدم برئاسة جمال علام مجموعة قرارات همة عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد وجاءت القرارات كالتالي سبع قرارات أول قرار عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها كقماطة قضائية وقانونية مستقلة حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية ويؤكد المجلس على كافة سلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا لليحة الانضباط والأخلاقيات ودعمه الكامل لما تتخذوا من قرارات القرار الثاني إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات القرار الثالث مخطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك القرار الرابع تم عرض مجموعة من السيارة الذاتية لخبراء تحكيم أجانب وجاري التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الزاتية الأفضل لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية خمسة الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس ساكيروش المزير الفني الأسبق للمنتخب بعد مراجعة الجهة الإدارية ستة الموافقة أيضا على تسوية مستحقات الإنجليزي ماركو كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على استقالته ومراجعتها أيضا من الجهة الإدارية أخيرا وليس أخيرا عقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري وخطته للنهود بالكرة المصرية خلال السنوات المقبلة أعتقد بيان يعني قدر الإمكان الاتحاد الكرة بيحفظ ماء وجهه بعد التجاوزات التي حدثت في الفترة الأخيرة والبيان اللي كان صدر من لجنة الانضباط بعد التجاوزات التي صدرت في حقها خلال الساعات القليلة الماضية ننتظر ونرى أكيد نتائج هذه القرارات خلال الفترة القادمة